هل فعلا قطع عدل عبد المهدي على الرئيس برهم صالح استلامه لمهام رئاسة الوزراء عندما قال أو تحدث عن ما يسمى بالغيابة الطوعية؟ طبعا أنا اتفق أولا مع الأستاذ الشمع بأنه أنا أيضا لا أعتقد بأنه برهم يريد تولي هذا المنصب وهو برهم واقع في مأزق كبير بمنصب الحالي ولا أعتقد أنه يريد أو يرغب أو سيقبل به أحد الأطراف لكي يأخذ هذا المنصب وتعرف المحاصصات الطائفية والقومية وإلى آخرين أنا باعتقادي أن عدل عبد المهدي يلعب لعبة في غاية الذكاء والحساسية عدل عبد المهدي خرج بطلب مباشر من المرجعية ولا أعتقد بأنه يمكن أن يبقى من دون ضوء أخضر أو موافقة مرة ثانية من المرجعية هو عدل عبد المهدي نفسه لن يقبل ويغرضى بذلك وبالتالي لعب لعبة محسوبة الخروج الطوعي هو أما أن تستفز هذه الحركة كل القوى السياسية لكي تحاولوا الضغط على المرجعية للطلب مننا للعودة مرة ثانية ومسك رئاسة الوزراء رسميا رسميا ليست تصريف أعمال نعم يعني مهمة تصريف أعمال حتى الانتخابات القادمة التي لا أحد يعرف مين وإين ومتى ربما لسنة أخرى بالضبط ربما سنة أخرى ربما أكثر لا أحد يعرف الحقيقة نعم وأما أنه يصار إلى الموافقة على الخروج الطوعي وإبداله فعلا بأحد الوزراء وآن ذاك سيخرج أيضا بشكل مشرف ومرفوع الرئيس باعتباره هو تخلى طواعية عن منصبة وباعتقادي أنه الأمور يعني هناك شبه رغبة في داخل القوى السياسية المختلفة كلها يعني الكردية أو السنية أو حتى الشيعية كل هذه القوى السياسية التي ثارث الشعب ضدها كلهم يريدون إرجاع عادر عدل مهدي بشكل أو بآخر لأن عادر عدل مهدي مناسب للجميع الحقيقة هو المطية المناسبة لكي يركب الجميع عليها ويحققهم فوائدهم لحين السيطرة على التطورات القادمة طيب لكن هذا كما قلت سيصطدم بقضية المرجعية كيف ستوافق المرجعية على عودة عادل وهي التي قررت خروج أصلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر